بسم الله الرحمن الرحيم فتوى علماء الأمة في وجوب صد العدوان الصهيوني وملاحق قادته ومقاطعة مصالحه في كل مكان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فمع تواصل العدوان الصهيوني الإجرامي على المدنيين في قطاع غزة واستمراره في تدنيس الأغصى وقتل الفلسطينيين بهمجية في كل مكان وهدم البيوت على رؤوس أصحابها وقصفه المتواصل للمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والمخابز وخطوط المياه والبنية التحتية ومنع الغذاء والدواء والكساء والكهرباء والوقود عن أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف إنسان في قطاع غزة ومع كل هذه الجرائم الإرهابية وما أعلنه رئيس وزراء العدو الصهيوني بتكليفه لأدواته الإرهابية باستهداف قادة المجاهدين وتصفيتهم في أي مكان في العالم فإننا كعلماء ومؤسسات علمية ودعوية في العالم الإسلامي نفتي بما يأتي أولا استنادا إلى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واستنادا إلى قوله تبارك وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم إن استهداف رموز الكيان وقادته باعتبارهم معتدين أصلا على الأنفس والمقدسات والأموال جهاد واجب داخل فلسطين وخارجها وعلى جميع المسلمين رجالا ونساء وشبابا وشيوخا أن يشاركوا فيه جهادا في سبيل الله كل على حسب غاية وسعه وقدراته وإمكاناته قال سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ويجب على المسلمين في العالم أن يؤكدوا بالقول والفعل أنهم أمة واحدة كما أراد الله تعالى لهم ذلك وأن يرسلوها رسالة واضحة للعدو في كل مكان إننا لن نترك غزة وحدها تباد ولن نترك المسجد الأغصى يدنس ويهدم ولن نترك العدو في مأمن فإن كانت الحدود فإن كانت الحدود قد حالت بيننا وبين إخواننا ومقدساتنا فإن الحدود لن تمنعنا من مقاومة إجرامه ثانياً إننا ندعو الدول التي ذكرها قادة العدو والتي يعتقد أن قادة المقاومة فيها ويدعو جيشه ومخابراته أن تقوم بقتلهم فإننا نهيب بهذه الدول أن تعتبر تصريح قادة العدو الصهيوني إعلان حرب عليها وانتهاكاً لسيادتها ثالثاً إننا نبارك ضرابات المقاومة الموجعة لهذا العدو وندعوها إلى المزيد من الإثخان في هذا العدو المجرم وندعو الشعب الفلسطيني الصامد إلى المزيد من الصبر والتوجه إلى الله تعالى والتوكل عليه والالتجاء إلى جلاله وجنابه قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرى رابعاً نؤكد فتوى علماء الأمة السابقة بالوجوب الشرعي لنصرة غزة نسائها ورجالها وأطفالها ومجاهدها بكل ما تحتاجه وإن فتح المعابر وخاصة معبر رفح والحدود والقيام بواجب النصرة بدعم المجاهدين بالسلاح والمال وكل ما يلزم هو واجب شرعي ملزم وأن كل من يحول دون ذلك خدمة للإحتلال وتقوية له على أخيه المسلم هو موال له وحارس ودائم ومقوّن له على المسلم وهذا يعتبر موالاتاً لأعداء الله على المسلمين قال سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي أن الله بريء منه وأن الإيمان منزوع من قلبه وختاماً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لأهلنا في غزة وفلسطين عموماً فرجاً قريباً ونصراً مؤزراً وأن ينتقم من أعدائهم الصهاينة ومن والاهم وأيدهم إنه سميع مجيب العلماء والمؤسسات العلمية والدعوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته